اشتركوا في القناة في البداية طبعا كمختص في مجال الـ IT يعمل في مجال الشبكات مثلا أكيد يعني رح يتعرف على مسألة ربط الأجهزة مع بعضها البعض الآخر الهدف الأساسي من الشبكات هو إيصال المعلومات ما بين الأجهزة المختلفة باستخدام الأجهزة المختلفة يعني طبعا الروترات والسويتشات وغيرها من الأجهزة الأخرى ولكن بعد ما ربطنا الأجهزة أجينا شفنا بأنه هناك ما يسمى بالبادي بلايرز يعني لعبين سيئين موجودين مربوطين معانا في الشبكة فشو نقدر أنه يعني نبقيهم بعيدا عن الإضرار بالآخرين هنا طبعا دخلت عندك مفاهيم السايبر سيكوريتي وطبعا تنوعات وتشعبت على مدى الخمسين سنة الماضية بعضها هي هاردوير بعضها سوفتوير بعضها يعني بوليسيز سياسات معينة أو بروسيجرز أو ستاندردز أو فانكشنز معينة يتم إضافتها أو كونترولز إلى أجهزة إلى برمجيات إلى تطبيقات معينة فهذا راح نصالف عليها إن شاء الله بشكل مختصر هنا وأيضا للتذكير أنه كل هذه الأشياء تم التحديث عنها بشكل مفصل في كورسات النتورك سيكوريتي سايبر سيكوريتي انفورميشن سيكوريتي اللي أيضا راح نخلي روابطها أسفل هذا الفيديو إن شاء الله واحد من المفاهيم السايبر سيكوريتي اللي موجودة في عالم اليوم اللي ما يقدر أي شخص يشتغل في مجال الآي تي أو مجال السايبر سيكوريتي إذا ما كان يعرفها أو يعرف عنها بعض التفاصيل هي ما يسمى بالدفينس ان ديبث اللي هو الدفاع بالعمق طبعا الدفاع في العمق يصد بها أنه أنت شون تقدر يعني تعمق مسألة الدفاع عن يعني بياناتك عن أجهستك عن الأشخاص المستخدمين عن السرية الخصوصية التكامل التوفرية بحيث أنه أنت تضمن توفر المعلومات أو تضمن أنه المهاجم مش قد ما يخترق دفاعات معينة تبقى هناك دفاعات أخرى بديلة أو احتياطية طبعا هذا مثل ما يقل لك يعني هو مفهوم خاص بال تدقيق أو تأكيد البيانات بحيث أنه أنت توفر مجموعة طبقات للسيكوريتي كونترولز أو مجموعة الطبقات للدفاع أو يعني التحكم بالأمن السيبراني وطبعا هذا راح يكون هو يتم وضعها وإدارتها من قبل ال IT سيستم أو طبعا هذه الفكرة منه راح تكون عندك يعني كلما كانت لديك طبقات أكثر للحماية كلما كانت اختراقها أصعب يعني المهاجم اللي يقدر يخترق الطبق الأولى ممكن يواجه صعوبه في الطبقة الثانية إذا يقدر يخترق الطبقة الثانية ممكن يواجه صعوبه في الطبقة الثالثة وهكذا فأكيد هو عندما يخترق الطبقة الأولى أو الثانية أنت راح يكون عندك فد فكرة أنه هناك فد هجمة على الشبكة من خلال طبعا اللوقات أو غيرها من الأشياء اللي ينتخل هنا يعني لمراقبة أداء الشبكة فهو راح تقدر أنه تتخذ الإجراءات اللازمة ليقاف الهجوم أو منعه أو تقليل الخسائر للحد الأدنى هنا طبعا من بداية السورة على الـ Defense in Depth أو الدفاع في العمق ظهر أدنى مفهوم ما يسمى بالـ Perimeter الـ Perimeter اللي هو محيط الشبكة أو محيط النظام اللي هو تقريبا أيضا يعتبر هو فد مفهوم قريب إلى حد ما من مفهوم الدفاع في العمق طبعا والمفهوم طبعا هذا يعني يتغير بشكل مستمر دائما سابقا كان تحديد الـ Perimeter أو محيط الشبكة السلكية أو اللاسلكية يعتبر سهل جدا نقدر نقول عليه هو مثلا ينتهي عند نقطة الـ Gateway نقطة ارتصال الشبكة الداخلية أو الشبكة المحلية بشبكة الإنترنت أما حاليا وبسبب تنوع وتعدد الشبكات السلكية واللاسلكية والموبايل 4G 3G 5G أصبح من الصعب جدا يعني والواي فاي والشبكات الإيثرنت أصبح من الصعب جدا تعريف أنه أين ينتهي الـ Perimeter أو أين تنتهي محيط أو حدود مسؤولية الأمن السبراني فهنان بدأت تتداخل الشبكات المختلفة مع بعضها البعض الآخر أصبح لديك Virtual Private Networks أصبحت لديك Internet Working شبكات متداخلة So where does it lay أين يقع هذا الـ Perimeter أين يقع محيط الشبكة هذا أصبح موضوع قابل للنقاش والجدل وبالتالي أصبحت المسؤوليات تتداخل بحيث أنه مثلا يوم أنا عندما أقوم بسحب خدمة إنترنت أو خدمة كلاود من مجهز معين يعني Internet Service Provider أو Cloud Service Provider أو Communication Service Provider بالحقيقة هو رح يكون مسؤول عن جزء من السيكوريتي وأنا رح يكون مسؤول عن جزء من السيكوريتي حدود مسؤولياتنا أنا وهو ربما تكون متقاطعة أو متداخلة إلى حد ما So you must know an order to be able to defend يعني هنا أنت لازم تحدد من خلال Service Level Agreement أو من خلال الالتفاق أو العقد اللي بينك وبين مزود الخدمة أين تنتهي حدود صلاحياتك وأين تبدأ حدود صلاحياتك على ما تقدر تعرف أنه أنت شنو الشيء اللي مسؤول عن الدفاع عنه لأنه واحدة من المشاكل المهمة اللي تواجه مختصين السيكوريتي في عالم اليوم أنه عندما تحصل مشكلة وهي أكيد رح تحصل مشكلة لأنه هناك هجمات مستمرة يوميا فهنانا أنت يعني مسألة من الذي يتحمل المسؤولية هل أنه الخطأ من عندك أنت كم مختص سيبر سيكوريتي هل أنه الخطأ من اليوزر هل أنه الخطأ في سياسة الأمن السيبراني الموجودة في المؤسسة أو أنه الخطأ من مزود الخدمة يعني هو المشكلة صارت عند المجهز وهذه طبعا هسا نحن حتى كمستخدمين انترنت يعني دائما عندما صارت لك مشكلة في الشبكة تتصل بمزود الخدمة اللي أنت صاحب من عنده للبيت أو للمؤسسة أو للشركة أو المكتب رح يقول لك أنه المشكلة مو عندي المشكلة من المصدر فهذه مسألة أنه أنت شون تحدد من المسؤول عن أي مشكلة هذه لازم تكون معرفة وواضحة بالنسبة لمختص الـ IT أو مختص السيبر سيكوريتي من البداية ويتم تحديثها ويعني التأكد منها بشكل مستمر أيضا بعد ما كانت مسألة السيكوريتي فقط تنطبق على الـ Core Systems أو الأنظمة المركزية اللي موجودة عند الـ Internet Service Provider أو زود الخدمة أو الـ Network Administrator اليوم أصبحت عندك بما أنه أضعف نقطة يمكن اختراق الشبكات من خلالها هو الـ End User أو الـ Host فبالتالي أصبحت هناك الكثير من الطرق من أجل حماية الأجهزة الطرفية أو الأجهزة النهائية اللي هنا ديسكتوبس، سيرفرز، الموبايل ديفايسيز أو اللابتوبس هذه كلها بالحقيقة يعني دائما هي تكون هي الهدف النهائي للـ Attackers أنه يخترقوها ويوصلون إليها فبالتالي دائما يقول لك The Chain is only as strong as the weakest link يعني السلسلة تكون هي قوتها ترتبط مع أضعف عقدة فيها أو أضعف وصلة فدائما أضعف عقدة أدنى وأضعف link في السلسلة Cyber Security هو الـ End User أو الـ End Systems اللي هي الأجهزة الحاسوبية المكتبية أو السيرفرات لأجهزة الخوادم أو الأجهزة النقالة أو اللابتوبس فهنا أنت تحتاج أنه تقوم بتنصيب Personal Firewalls يعني واحدة من الطرق لحماية الأجهزة الطرفية هو تنصيب جدران نارية يعني موجودة في الجهاز الشخصي نفسه في اللابتوب أو التابلت أو السيلفون أو في أي جهاز آخر وطبعا هذه أغلبها هي موجودة في الـ Desktop واللابتوز لأغلب الأنظمة Windows, Linux, Wrappers وهذه طبعا نحن بعضها أيضا شرحناها في القناة على اليوتيوب يعني شون تقدر تفعل Windows Firewall أو شون تقدر تنصب Firewall مجاني لأنظمة Linux, Ubuntu وغيرها من الأجهزة الأخرى أيضا بعض الأحيان أنه السيرفرات يجب أن تكون محمية للمؤسسات خلف Firewall بس هنا الفايرول ما راح يكون هو Personal Firewall وأنه ما راح يكون Enterprise Firewall يعني Firewall على مستوى المؤسسة هنا أيضا راح نشرح بعض الطرق الأخرى التي تقدر من خلالها حماية الأجهزة الطرفية التي هنا ممكن تكون عندك Intrusion Detection System أنظمة كشف الدخلاء وطبعا هذا ممكن أنه يسبب لك الكثير من المشاكل أو الكثير من الإنذارات الخاطئة وهكذا أيضا ظهر أدنى ما يسمى بالMalware Protection اللي هو الحماية من البرمجيات الخبيثة من خلال Patch Management إدارة الترقيعات البرمجية Anti-Viruses Anti-Spamware Anti-Spamware Anti-Adware إلى آخر يعني كل هذه البرامج المضادات للفيروسات يعني الإميرات الاحتيالية أو غيرها أو التجسوسية أو الإعلانات المزعجة طبعا الفيش فيلترز اللي هي فلاتر ضد التصيد بوب أب بلوكرز يعني Extensions طبعا هذه ممكن تكون أو ممكن تكون من أجل منع الإعلانات المنبثقة اللي تظهر أمامك في الشاشة أو في صبحات الويب وكذلك السيف اللي هو تصفح الويب بشكل آمن هذه كلها أيضا أصبحت لدينا الكثير من الطرق والإجراءات والأدوات اللي ممكن أنه تستخدم من أجل الحماية من البرمجيات الخبيثة بالنسبة للDevice Security يعني تأمين الأجهزة Mainly Physical عادة يعني غالبا من خلال الحماية الفيزيائية أنه أنت الأجهزة المهمة تضعها في غرف عليها Restrictions يعني مقيدة الدخول أو مقيدة الوصول فقط الأشخاص المخولين يستطيعون الدخول إلى هذه الغرف أو هذه البنايات خصوصا يعني غرف السيرفرات أو غيرها عادة الأجهزة أيضا نقوم بحفظها بPassword نقوم بوضعها في غرف محكمة الإغلاق بأقفال وأبواب وغيرها من الأشياء الأخرى طبعا الهدف منته هو فقط Prevent Praying Eyes يعني منع العين المتلصصة من أنه تصل إلى معلومات حساسة أو قطيرة وكذلك أيضا Theft Prevention يعني منع السرقات لهذه الأجهزة لأنه بعض الأحيان إذا ما قدر يخترق الجهاز وهو في مكانه ممكن يسرق الجهاز نفسه يأخذه ويخليه في مكان آخر وهناك طبعا يستطيع التعامل معه بشكل يعني مرتاح يعني ويستطيع أخذ المعلومات والبيانات من عنده بشكل أسرع أو أفضل بالنسبة للداتا سيكوريتي تأمين البياناتك وعدك أيضا من خلال الإنكريبشن التشفير من خلال السكرين لوكس اللي هي يعني قفل الشاشات يفضل أنه دائما عندما تقوم بمغادرة الحاسوب أو مكتبك لأنه تقوم بعملية سكرين لوك باسورد بروتكشن حماية البيانات بكلمات مرور بايومتريكس استخدام البيانات البيومترية من خلال البصمة أو قزحية يعني قد قزحية العين أو يعني الوجه أو غيرها من الطرق الأخرى فايل أو شيرنج بيرميشنز من خلال يعني ضبط صلاحيات أو سماحيات المشاركة الملفات ومن يمتلك حق الريد من يمتلك حق الريد رايت من يمتلك حق الريد رايت موديفاي إلى آخره أو دليت كيفية طبعا تمثيل أو تنفيذ نتورك سيكوريتي من خلال أدة طرق مثل ما ذكرنا عن طريق الفايروول اللي هو يستخدم البكت فلترينج هذه أيضا احنا شرحناها في كورس نتورك سيكوريتي مختلف انواع الفايروول وكذلك يعني اعداداتها وكيفية العمل عليها وشرحنا أيضا بعض انواع الفايروول اللي هي أوبن سورس بالنسبة للأوبونتو وكيفية ضبط اعداداتها طبعا ممكن تكون هذه الفايروول هي سوفتوار بيست أو هاردوار بيست يعني ممكن تكون هي جهاز هو فايروول أو ممكن يكون هو برمجيات يتم إضافتها إلى الراوتر أو الجيتوي أو غيرها من الشبكات الأخرى طبعا الهدف منها هو أنه تقوم بمنع البكتات المشبوهة من الدخول إلى الشبكة يعني يعتبره من اسمه جدار ناري على حدود الشبكة من أجل منع دخول أو خروج البيانات المشبوهة التي يمكن أن تؤذي المستخدمين الداخلين أو الخارجيين ماذا تستطيع أن تصمم الفايروول بشكل آمن؟ طبعا هنا بغض النظر عن المكان الذي تضع فيه الفايروول نحن أيضا كان قعدنا في هذا الفيديو في القناة موجود حتى الآن أنه ما هو أفضل مكان من أجل وضع الفايروول يعني عادة لأنه يطيك فولس سنس أوف سيكوريتي إذا قمت بوضع الفايروول في مكان خاطئ أو فقير أو سيء رح يعطيك فد إحساس خاطئ بالأمن مثل هذه الصورة اللي هو خلك إياها في البداية شفناها يمكن أول ما بدينا للفيديو هاي هنا مثلا إذا أنت تخالفت بوابة معينة في مكان خاطئ أنت فرحان أنه قعدك يعني فايروول بس في الحقيقة ما رح تحميك من أي شيء لأنه الناس اللي يجي هنا يشوف هاي مزدودة يقدر يفوت منانا أو يفوت منانا من أي مكان آخر فنفس الحالة إذا تمنصف فايروول وكان في مكان خاطئ أو كان في أعدادات خاطئة فأنت رح تعتقد نفسك أنه أنت بأمان ولكنه في الحقيقة هذا رح يكون هو إحساس يعني مزيف بالأمان طبعا كل الاتصالات الداخلة والخارجة إلى الشبكات المحمية يجب أن تمر من خلال الفايروول وبالتالي رح يكون مثل ما أذكرنا هو على المحيط الشبكة على نقطة اتصال شبكتك اللي هي ضمن حدود مسؤولياتك مع الشبكات الخارجية الأخرى أو الانترنت فقط الترافك المسموح به يجب أن يمر من خلال الفايروول بيكس فليزيت يعني هنا يجب أن تكون تعطي صلاحيات صريحة من ناحية ما هو الشيء الذي يمر وما هو الشيء الذي لا يمر فهنا فقط تحدد شنو اللي يمر والبقية everything else is blocked يعني فقط تعطي الأشياء اللي أنت تسمح لها أنه تمر من خلال الport number من خلال الapplication type لآخره والبقية كلها رح تكون blocked يعني مغلق أو ممنوع الدخول أو الخروج لها must be able to recognize resist and lock attacks on itself يعني الفايروول يجب أن يكون قادر على تمييز الهجمات ومقاومة الهجمات وتسجيل أنواع الهجمات بنفسه يعني من خلال الـ design أو من خلال الـ configuration اللي أنت تدخلي لهذا الفايروول واحدة من الأجهزة الأخرى أو الأنواع الأخرى الموجودة أيضاً اللي شرحناها في كورس الـ network security أو الـ cyber security الـ information security هي الـ intrusion detection systems أنظمة كشف الدخلاء هذه هدفها مثل من اسمها يعني هي أنظمة كشف الدخلاء فقط كشف يعني تقوم بمراقبة تحديد الدخلاء أو إذا كان هناك فديد traffic مشبوه في الشبكة أي تصرف أو أي شيء موجود هو يعني غير معروف في الشبكة يتم تحديده الوصول أو محاولات الوصول أيضاً يتم تسجيلها التغييرات الغير مخولة في الشبكة أيضاً يتم تسجيلها رسائل الـ log أو رسائل السجلات الغير يعني الاعتيادية أو الأحداث الغير الاعتيادية أيضاً يتم تسجيلها ويعني أعطاء تقارير للمستخدمين file manipulation التعديل على الملفات elevation of rights تصعيد الصلاحيات أو التخويلات لأي شخص مثلاً إذا الشخص أنا منطي فقط صلاحية read لملف معين وفجأة أنا جيت لقيت أنه هذا الملف يعني تحول هذا الشخص من read إلى read write فهنا أيضاً هذا intrusion detection system لازم ينطيني في report بهذا الشيء system changes التغييرات التي تحصل في الأنظمة وكذلك this list is not exclusive يعني هذه فقط أمثلة عن الأشياء التي يعطينا إياها intrusion detection system طبعاً التبليغات التي يطينيها أما تجي عن طريق إيميال تجي عن طريق رسائل SMS أو تجي عن طريق reports في نهاية اليوم أو نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر حسب الconfiguration أنواع intrusion detection systems وكذلك نماذج الكشف ممكن تكون هي anomaly detection يعني فقط كشف السلوك الشاث طبعاً هذا يعني يقوم بفحص الشبكة أو الطلاع عليها في حالة الوضع الطبيعي ثم بعد ذلك أي شيء غير طبيعي يقوم بالأبلاغ عنه بعض الأحيان أنه يشتغل على أساس signature أو على أساس البصمة باستخدام بعض البروفيلات المعرفة الخاصة التي تجي عن طريق الconfiguration أو عن طريق الشركة فبالتالي عندما يكون هناك أي هجوم ينطبق عليه هذا signature سيطينيك في إشعاري يقولك بأنه يكون هناك هجوم ممكن أنه تكون active أو ممكن تكون passive الactive هي triggers some configuration action يعني هنا لازم أنه تدخليها تشتغل 24x7 الpassive أنه فقط logs only هذه فقط تنطيق لوقات فقط تطيق السجلات لكل شاردة وواردة في النظام بدون أن تكون هناك يعني بعض الأكشنز بعض الفعاليات التي تقوم بها هذه الأنظمة الخاصة بكشف الدخلاء أيضاً يكون عندك يعني hidden intrusion detection systems أو intrusion prevention systems طبعاً هذه أو host intrusion detection systems اللي يتم تنصيبها على host devices على أجهزة طرفية تنصب على شكل service يعني هي ما رح تكون جهاز مستقل وأنها ما رح تكون فقط هي عبارة عن software تقوم بمقاطعة وفحص كل الترافيك قبل دخوله إلى أي واحدة من العمليات الموجودة في هذا الجهاز وأيضاً excels at examining application interactions رح تكون أيضاً مسؤولة عن فحص التفاعل ما بين هذه التطبيقات الموجودة في جهازك الطرفي host device يعني ممكن تكون أيضاً real time always looks for attacks and events يعني تشتغل دائماً في الزمن الحقيقي بحثاً عن هجمات أو أحداث معينة تحصل في الشبكة takes up a lot of system resources طبعاً هذه راح تأخذ الكثير من موارد النظام فبالتالي إنت هنا يعني يبقى التقدير يمك أنه أنت تريد تخليها تشتغل real time إذا كان عندك نظام حرج ونظام حساس ويتعرض إلى هجمات بشكل مستمر أو أنه تدخل تقدر تخليها مثلاً يعني takes snapshots to show the differences between the known good state and the corrupted state يعني تشتغل فقط بأخذ عينات من عمل النظام في أوقات متفرقة إذا كان النظام يعني ليس بذلك بالذات أهمية يعني وليس هناك هجمات مستمرة على النظام فبالتالي أنت تقدر أنه تخلي هاي المدروجين ديتكشن سيستيم يشتغل مثلاً مرة كل ست ساعات مرة كل أربع ساعات وينطيك report عن هذه الحالات أيضاً قعدنا في شيء يسمينا network intrusion detection system يعني هذا بدل ما يكون هو عبارة host intrusion detection system راح يكون عندك على مستوى الشبكة طبعاً هذا يقوم بحماية الشبكة هو أكثر شيوعاً من يعني أكثر أنواع شيوعاً من intrusion detection system هذا يقوم بمسك وتحليل live traffic يعني الترافيك الحي بالreal time بزمن الحقيقي هذا أيضاً مصمم هو لتوفير حماية أكثر من ال host intrusion detection system يعني ال intrusion detection system الخاص بالأجهزة الطرفية هنا طبعاً راح تحتاج أنه تقوم بعمل configuration أو إعدادات لهذه الأجهزة من أجل التأكد من عملية الكشف والتحليل للبيانات وأنها تكون هي turned on يعني تكون شغالة أو فعالة لأنه بعض الأحيان قد تكون هي disabled by default من المصنع what should I use ما هو الطريقة التي يجب أن نستخدمها ما هي الإجراءات التي يجب أن نستخدمها هذا الشيء وبقية الأشياء إن شاء الله راح تكون هي الفيديو القادم الأخير في هذه السلسلة فخليكم معنا تحياتنا الجميع وشكراً جزيلاً والسلامة